النهاردة كلنا بنقول بنفكر بنشوف ايه اللي بيحصل حوالينا وتحديدا مع الثورات الثورات عندنا كمصريين لها شيء مختلف تماما الثورة راحت مننا الثورة مراحتش المجلس العسكري بسيطر لا ما سيطرش تاريخ كنا بنمر به منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا الحقيقة كل اللي بنفكر فيه دايما وبنفكر فيه مع حضراتكم بيحصل النهاردة في الثورة اللي بتحصل فين او الربيع العربي اللي بيحصل فين بيحصل في السودان الحقيقة يبدو ان الكل بدأ يستفيد من تجارب الثورات اللي بيحاول يفشلها الانظمة القمعية والديكتاتورية والعسكرية زي اللي حصل في مصر زي اللي بيحصل وتطور في سوريا او في العراق او في تونس او المحاولات المستمرة لاجهض الثورة في تونس كل ده تم الاستفادة منه والعمل به بشكل احترافي واصيل اللي بيحصل النهاردة يا جماعة هو اهم شيء والعصب الاساسي ان الشعب متحد في السودان ان الشعب ايد واحدة بيعتصم بكل قوة وبكل ايه وبكل اثرار وعزيمة علشان ايه علشان الدولة المدنية علشان اسقاط رموز النظام علشان وده الاهم عودة العسكر والجيش والاجهزة الشرطية والامنية الى سكونتها كل واحد يرجع يعود في بيته كل واحد يروح يحمي الحدود لا له دعوة بالسياسة ولا له دعوة بالدولة ولا له دعوة باي حاجة ده اللي بيحصل النهاردة في السودان على مدار الفترات اللي فاتت حضراتكو كنتوا شايفين وسامعين التيار الوطني والتيار التغيير والحركات المختلفة المعارضة عموما او الشارع السوداني المعتصم امام المقر الاقامة او مقر القيادة العامة واقف بكل ما يملك وله مطالب انه ايه الجيش يرجع الى ثقناته والدولة تكون دولة مدنية تمام كده ده مطلب واضح واساسي واسقاط النظام واسقاط رؤوس النظام ده كله بالنسبة لنا جماعة كان حلم بيتحقق لنا في ثورتنا 25 انايا لكن يبدو انه اشققنا واحبابنا وثورنا في السودان فاطنوا جيدا لتفكير العسكر ومكروا ودهاءوا ضد ايه ضد الشعب وضد مطالب الشعب وضد مطالب الحرية والتغيير اشتركوا في القناة